السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا سوف أقدم اليكم اليوم تفسير رؤية نزول الدرج أو نزول السلم في المنام أولاً معنى رؤية نزول الدرج بسرعة في المنام تشير الرؤية إلى التغيرات التي تحدث في حياة الرأي وتلك التغيرات تتميز بسرعتها الشديدة فقد تكون تغيرات للأفضل أو للأسوأ لو كانت صاحبة الرؤية حامل وتنتظر مولود جديد ورأت أنها تنزل بشكل سريع فهي تتغلب على ألمها وتتخطى فترة التعب التي تمر بها أما الرجل لو رأاها في منامه وكان صاحب عمل أو مدير مشروع فسوف يتعرض لفقد ماله أو كساد تجارته والشاب الذي يرى أنه يهبط من درج المسجد بشكل سريع فهو يرغب في التوبة إلى الله والتخلص من الزنوب والمعاصي التي اكترفها في حياته والنزول بصعوبة من درج المسجد دليل على وجود أصدقاء السوق في حياة الرأي والذين يحاولون منع من طرقهم ولكنه يحاول المقاومة والابتعاد عنهم ويصر على استكمال طريقه نحو رضا الله سبحانه وتعالى نزول الدرج مع شخص في المنام تلك الرؤية إشارة إلى وجود علاقة بين الرأي وبين هذا الشخص ولو كان شخص مجهول بالنسبة للرأي فقد يدخل حياته صديق جديد ولكن يتصف بالنفاط مما يؤدي إلى استدراج الرأي إلى فعل أشياء غير محمودة وإذا كان الشخص غير معروف للرأي فقد قال بعض المفسرين أن الرؤية تشير إلى علاقة عمل بين الطرفين مما يعود على الرأي بالكثير من الخير تفسير حلم نزول الدرج مع شخص أعرفه تدل الرؤية على العلاقة الطيبة بين الرأي وبين هذا الشخص لو كان الرأي هو فتاة عزباء فقد تشير الرؤية إلى ارتباطها بهذا الشخص في الواقع أما لو كانت متزوجة فقد يكون هذا الشخص سببا في تدمير حياتها الزوجية وإقحمها في مشاكل لا نهاية لها لذا يجب عليها الحرص والحفاظ على أسرار بيتها وزوجها وإذا رأت العزباء أنها تهبط مع صديقة معينة تسج فيها وتأتى منها على أسرارها فقد تتعرض للخديعة من تلك الصديقة والتي تفشي أسرارها مما يسبب لها العديد من المشاكل أيضا الرؤية تمثل للفتاة القلق الشديد بشأن المستقبل وعدم رغبتها في خوض تجربة ارتباط أو خطوبة خوفا من أن تتعرض للفشل تفسير رؤية عدم القدرة على النزول من الدرج قد تدل درجات السلم في المنام على المشاكل والصعابة التي يجدها الرأي في طريقه نحو تحقيق هدفه ورؤية نزول الدرج بصعوبة في المنام للفتاة قد يشير إلى ضعف شخصيتها وعدم قدرتها على مجابهة تلك الصعاب فقد تشير باليأس من أول مرة تفشل فيها ولا تحاول الاستمرار في طريقها أما الرؤية بالنسبة للرجل الذي يرغب في تجربة حظه في بلد أخرى فهي صعوبات يلاقيها في سفره لو كانت عدد الدرجات كبيرة فالرؤية تشير إلى ترك الرجل موطنه الأصلي والذهاب إلى بلد آخر بحثا عن الرزق ولو كان الرأي ما زال صغيرا فقد يكون سبب السفر هو استكمال درسته ولكنه في الواقع سوف يرجع مرة أخرى سريعا لعدم قدرته على التكيف مع الغربة أما لو كانت درج به كسر فهو دلالة على وقوع الرجل تحت تأثير مرض معين أو إحباط شديد تفسير رؤية نزول الدرج الحديدي في المنهم تدل الرؤية على ما يتمتع به الرأي من قوة شخصية تجعله قادرا على تحدي السعاب الذي يتعرض في طريقه ولو كانت الدرجات كثيرة فهي تشير إلى طول المدة التي يصل فيها إلى هدفه ولكنه في النهاية سيحصل على مبتغاه الدرج الحديدي يشير إلى الصلابة والقوة التي يتمتع بها الرأي وأنه يقدم العون والمساعدة لكل من يحتاج إليه صاحب الرؤية لو كان من أصحاب المناصب فالرؤية تشير إلى أنه سوف يرتقي بشكل كبير في منصبه في الفترة القادمة برغم المعوقات التي يجدها أو يضعها أمامه بعد الحاقدين تفسير رؤية نزول الدرج للمطلقة في المنام لو رأت المرأة المطلقة أنها قلقة بشأن الهبوط من على الدرج وتحاول التراجع فهي قد تكون مقبلة على الزواج من زوج آخر ولكنها لا تشعر بالارتياح وتعيش حالة من القلق الشديد بشأن هذا الزوج لكنها مضطرة إلى استكماله حتى تتخلص من الضغوط النفسية التي تتعرض لها من الأهل والأصدقاء كما تشير الرؤية للمطلقة على أهمية التأني في الارتباط من شخص آخر بعد انفصلها حيث أنها تكون في حالة نفسية سيئة لا تجعلها قادرة على الاختيار الأمثل مما قد يوقعها في زوج لا يصلح لها على الإطلاق وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته